السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم البنات سوف نجيب لكم واحد الفيديو كخفيف الطريف سوف نشارك معكم هذه الأشياء التي سوف نحتاجون الحلوية جل عيدة ومثلا تستعملون فرندان هذا النهار كنت شاركت معكم في الروتين الرمضاني كنت شاركت معكم ومثلا تصدر نقه ومثلا تصدر ومثلا تصدر نقهات أولا أولا نقهات من المغاربة ونقهات نقهات من المغاربة في الأول هذه الأشياء كانت بكثرة لديهم نقهات الليمون الزبدة ويقوم بإمكانك النقهات ومثلا تصدر من المغاربة ومثلا تصدر ومثلا تصدر ومثلا تصدر نقهات ومثلا تصدر كما قلت لكم البنات الذين يقلبون على النكاة التي يكون فيها الحمضة والزبدة واللوز سوف نأخذها في مدة طويلة من عام 2009 سوف نأخذها في مدة طويلة من المغاربة سوف نأخذ المغاربة نأخذ المغاربة سوف نأخذها في مدة طويلة من 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 المغاربة سوف نأخذها في مائلات سوف نأخذها في مدة طويلة من المغاربة كينة في كونسوم يبيع فيها الجيلاتين وفي ميركادونا يبيع فيها العواد يالفاني ولكن الأغلبية نشوفها في كونسوم سوف نرى السكر الأصمر والسكر مورينو كينة في ميركادونا بالنسبة للناس الذين يريدون أن يأكلوا السكر الأبيض لديهم السكر مورينو كانت تشربه أختي بزاف كانت تشربه أختي بزاف أنا صراحة كانت تشرب من الأبيض أختي بزافة خطوة ويجبون أن تحضر السكر أختي بزافة والسكر ويجبون أن تحضر السكر هذا المرحب ومقشر بالنسبة للناس الذين يريدون الحلوة اللوز مثلا في العيد الناس الذين يريدون الحلوة اللوز شاركتها معكم في القناة شاركت معكم الكثير من الأشكال زوينين وباللوز أنا صراحة الحلوة اللوز لا تعجبني بكثير ولكن أختي صيبتها واحد من نار وشاركتها معكم في القناة الشكل الحلوة اللي يعجبني بكثير من القدام مثلا سميدة مثلا الغربة سميدة حاجات هكا من سميته القدام مما ديال اللوز صراحة ما معيش بزاف المهم البناس كما قلت لكم هاد اللوز هذا ما طايبش ومحيدة لقشرة الناس اللي بغين يصيبوه مثلا يصيبوه بحل بريوات ورشي حاجة هكا كجيسة البلامات طيبية تاني في الدار وتعودية تقشرة وتخلي حدين شف هذا كيجي جاهز مقشرة وناشف وده بغد اندوزو نشوفو البنات هاد حاليب المحلل اللي كي يتبع في ميركادونا هذا بالحاليب يعني كامل الدسم الأحمر دياله هو اللي حاليب ديسناتاضا يعني حاليب ماشي كامل الدسم بالنسبة للناس اللي دارين الريجيم وذلك الشي نقص في الدهون المهم اللي بناتكين ما تكليكم هذا الناس اللي جايين جدادين اسبانيو يقلبوا على الحاليب هذا المحلل راه هو هذا البلات حتى كي يصدق في الزبد الحواج كي يصدق في الحلاوي كي يصدق في الزبد اللي بالنسبة للناس اللي ما عندهم ش ميركادونا في الدولة ديالهم وعندهم غير الليدل سوف نرى لكم بحالي ولكن ديال ماركة ليدل كما كتشوفو البنات هو هذا ديال سميتو ديال الليدل صراحة كي يجي زوين بزاف وكين واحد انو عرحتوا في ميركادونا ولكن تتبع في الليدل نتبع في الحلقة اذا رأينا من الناس اللي يشرب القهوة نتبع في بسرعة اللي اللي قام بعمل هذا الرجل ولكن تنبع في الوضع هنا في استبانيا كافي بونبون أشبته تنبع في نفس الحالي من الوضع ونضع في القهوة بعد ذلك التي تستخدمي مع عروف الملتعر بعض القهوة يجبون الكثير من قهوة من قهوة ويجرون الكثير من قهوة في إسبانيا ينجرون الكثير من قهوة من قهوة يجرون الكاث في تلج ويجرون تلج تصابل المائك هذا المعروض يجب أن يجربون جهاز يجب أن يكون لدينا جهاز سأرى الكوكو المجدد في مركادونا شرق المغاربة اشتركوا في مركضونة اخر منتج اللي هو الدقيق اللي كيصدق في الحلاوي الدقيق اللي كيسميتو اللي كيصدق في الحلاوي هو هدا البنات اللي سميتو هذا الدقيق هو ديال فورس شرعا نقول لكم زويد بزاف كيصدق في الكيكا جربناها دائما كيكون نحن لابد احتان تتخلطيش شوية مع مع هدا الدقيق العادي بجد تصوى بالخبز كيجيتو واعر بزاف جربناها بها الكيكا البيتزا اي حاجة درتي فيها البنات في هذا الدقيق ديال الفورس كيجيتو واعر بزاف 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 كيجيتو واحد اللون زوين بحل ديال الكيكا ديال المخبازات ودك شي هكا كالبنات الناس اللي بغين تصدق ليهم الكيكا والحلوة ودك شي انصحهم يبقوا يديروها بهذا الدقيق هذا اللي اسميتو ارينا دي فورس راه البنات راه زوين بزاف وكيصدق فيه اي حلوة واعي حاجة درتيها فيها كتصدق فيه المهمة البنات نتمنى اعجبكم فيديو ولا اعجبكم ما تنسوش اللي لايكات ولا بتوجه جزء التاني ما تنسوش تخلو ليه في القومنطاري والتحت تقول ليه اي حاجة بغيتوها ولا اي حاجة الموضوع جديد ولا اي حاجة وبسلامة حتى الفيديو الجيد ان شاء الله اشتركوا في القناة